السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم بنتي بتاخد أدوية لمرض مزمن ثلاث مرات يوميا فماذا أفعل لتعويض صيام رمضان لو اهتبطل تاخد الأدوية دي طول حياتها والأطباء قالوا لها ما تصوميش تاني أبدا يبقى خلاص عن طلع فدية عن كل يوم لأن خلاص المرض المزمن ده هي تاخد العلاج ده والدكاتر قالوا لها ما تصوميش تاني ولا ينفع ما تصومي تاني خالص يبقى انطلع فدية عن كل يوم من أيام الصيام تلاتين جنيه عن اليوم الواحد السنة دي السنة دي تلاتين جنيه عن اليوم الواحد هل تصوم لا لو كان المرض مزمن ويمنعها من الصيام أبدا يبقى خلاص طب هي زعلانة عايزة تصوم أنا عايزة أقول لها إن هي لما بتفطر وتسمع كلام الدكاترة إن شاء الله ربنا يكتب لها ثوابها وكأنها صائمة وصحيحة إن شاء الله لكن إذا كانت هي بس سعتاخد الدواء الفترة معينة ثم بعد كده تعود إلى الصيام يبقى تستمر وبعد كده تعوض الأيام ده اتنين وخميس ممكن تاخد لها عدد من السنوات في سنة واحدة لما تصوم الاثنين وخميس فتعوض الأيام اللي عندها ترجمة نانسي قنقر